السلام عليكم ورحمة الله لابد أنك حضرت محاضراتٍ في الجامعة وخارجها كانت بمثابة عملية تنويم وتمنيت لو أنك حضرتها في فراشك لتتخلص من الأرق أنا شخصيا حضرت محاضراتٍ ذكرتني بحلقة لتوم أنجيري شاهدناها ونحن صغار حيث لم يكن ينفع معه برميل من القهوة يا ترى هل ستعيد أنت نفس الغلطة والتي قد تفوت عليك فرص عمل أو تحرم الناس من الاستفادة من معلوماتك ومهاراتك أو تفقد معها انتباه طلابك مبكراً ويبدأون يتململون قد يكون لديك محتوى قيم لكن تتحدث عنه بطريقة غير فعالة كأنك وضعت دواء نافعاً في كابسولة غير قابلة للهضم ربما تكون بذلت ثمانية وتسعين في المئة من الجهد في إجراء البحث أو استخراج المعلومات وهذه الاثنين بالمئة فقط المتبقية في إعداد بريزنتيشن جيدة قد تكون هي ما يحدد ما إذا كان الجمهور سيستفيد منها ويستمتع بها أم ستكون مجرد تنويم لأجل ذلك كانت دورتنا بعنوان كيف تقدم محتوى طبياً بشكل ناجح وظف فيها خبرتي عبر أكثر من عشرين عاماً كأكاديمي درست فيها مساقات الفارماكولوجي ثرابيتيكس علم الأدوية علم العلاجات وحركية الدواء بالإضافة إلى أنشطة توعوية من خلال محاضرات وسلاسل مثل سلسلة فوائد طبية والتي حازت على ملايين المشاهدات بفضل الله تعالى أنا محدثكم إياد قنيبي بروفيسور علم الأدوية أتممت دراسة الدكتوراه في جامعة هيوستون الأمريكية وأجريت بحث الدكتوراه في مركز تكسس الطبي تكسس ميديكال سنتر أكبر مركز طبي بحثي في أمريكا وكنت أحد ثلاثة مراجعين لأكثر كتب علم الأدوية انتشارا في العالم دورتنا ستكون باللغة العربية مع بعض المصطلحات الإنجليزية التي نترجمها للعربية أيضا وسأقدمها لكم من خلال المنصة الرائدة عبر أربعة لقاءات مباشرة أونلاين فيها تفاعل مع الجمهور وأسئلة وتطبيقات عملية إن شاء الله نتناول فيها كل ما تحتاجه لبرزنتيشن ناجحة من الناحية الفنية وذلك بالحديث عن بتحديد الجمهور المستهدف الفائدة المرجوة المحتوى العلمي للمحاضرة تصميم الشرائح ومهارات الإلقاء والتفاعل وذلك على شكل نقاط محددة وواضحة لتتخذها كشيكليست ترجع إليها من الآن فصاعدا وتتأكد باستخدامها من كفاءة محاضراتك لن تكون مجرد نقاط النظرية بل مع تطبيقات عملية نذكر فيها أمثلة من المجال الطبي والعلاجي هذه الدورة يحتاجها كل أستاذ جامعي في العلوم الصحية من طب وصيدل وغيرهما يحتاجها كل طبيب أو طالب طب أو غيره من التخصصات الصحية ممن يطلب منهم إعطاء محاضرة في أي موضوع وكذلك كل صانع محتوى طبي لغايات النشر عبر مواقع التواصل حتى لو كنت ماهرا ستجد في دورتنا الجديدة والمفيدة بإذن الله فننتظركم فيها والسلام عليكم ورحمة الله